عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة حيث تم استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل وأشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا للعاصمة الأردنية عمان وترأس الوفد رفيع المستوى لحضور اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الحال الدية والثلاثين لافتا إلى أن الاجتماع شهد بحث صبو الدعم وتعزيز أهليات التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنصيق والتعاون بين مختلف المسؤولين من الجانبين المصري والأردني لمتابعة ما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا المشتركة من توصيات وقرارات ووثائق تعاون لتحقيق أمال وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين كما وجه رئيس الوزراء الشكر للوزارتي الخارجية والتعاون الدولي وفريق الخبراء والفنيين على جهودهم المبذولة في التنصيق لأعمال اللجنة